اجتمع مجلس الأمن الدولي اليوم لإجراء مشاورات طارئة حول سوريا عقب أسبوع من الهدنة وقال الأمين العام للأمم المتحدة بن كيمون أن تطبيق الهدنة في سوريا سيمهد لحل الأزمة سياسيا من جانبه قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان ديمستورا في كلمته أنه سيطرح خطة إطار عمل لاستئناف المفاوضات مؤكدا على أن المرحلة الانتقالية في سوريا يجب أن تشمل الجميع من جهته جدد وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف جاهزية روسيا للكشف عن بنود اتفاق الهدنة مع الولايات المتحدة في سوريا وأن المعارضة السورية لم تفي بالتزاماتها بسحب قواتها من طريق الكستلو موضحا أن الأولوية في التسوية السورية هي فصل المعارضة عن إرهابي داعش والنصرى